النهاردة هنتكلم عن تسريبات أحداث حال 24 من مسلسل مجريح والنهاردة بتكون يوم المحكمة لغنيمة اللي تم استلامها للورقة المفروض تروح بيها على المحكمة علشان قضية الحجر اللي رفعها عليها عبدالله وكمان بدرية بتروح غنيمة وبتقول إن أصلا غلط وما ينفعش صوروها من غير إذنها وإن هي عقلها يوزن بلد ومش مجنونة زي ما قالوا وإنها بتطعم في كل حاجة ألوها وكمان بترفع عليهم قضية إن هم صوروها من غير إذنها وإن ما ينفعش قبلاً إن هم عملوا وإن هي مش مجنونة ولا حاجة وبتدفع عن نفسها قدام المحكمة بينما من لاي بعد كده الفوزية قبلت إن هي تتخطب لعبدالله وده بس علشان خاطر توسط الخبر لخالد وتخليه يضغاز وخارد لما يعرف الخبر بيتغاز فعلاً وبيكون مش طايق نفسه وبيروح لفوزية وبيقول لها إيه اللي انت عملتي ده وإزاي حتتجوز يا عبدالله وسعيتها بتقوله اطلع من حياتي ما لكش دعو بي وكفاية اللي انت عملته فيها وبأمك اللي ماتت وهي مش راضية عنك عايز مني إيه تاني؟ كفاية كده أخرج من حياتي بقى خليني أعيش حياتي لكن إيه اللي في الدماغ فوزية؟ ومخليها مصرة على إنها تتجوز واحد زي عبدالله أما بالنسبة لياسمين فبتروح مع حمد عند الدكتور وبتهتم بيه وبتكون دايماً جنبه لدرجة إنه هو فعلاً حبها وهي كمان بتقرب منه على أساس إن هي تغيز منصور وهو لما يعرف إن هي فعلاً كانت بتعمل كده علشان خاطر تغيز منصور حيكون متدائق ومصدوم جداً منها ومن تصرفاتها دي ومنصور كل ما يشوفهم مع بعض بيكون متغاز جداً ومن بتحاول تهديه في حين إن حنان متضايقة من تصرف أولادها إن هما يرفعوا قضية حجر على غنيمة بعد كل اللي عملته معاها ووقفتها جنبها وبتكون زعلنة منهم متضايقة ومش طيقة إن هي تكلمهم الفيديو بيخلصوا في تكلمنا عن أحداث حلقة رقم 24 من مسلسل مجريح يرى بالفيديو يكون عجبكو لو أول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد بنزلوا واستنوا دايماً أحداث وتسريبات لحلقة بكرة من مسلسل مجريح أشوفكم على خير في فيديو جديد واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باي باي